السلام عليكم اليوم جيتكم في وصفة ميني كيك سالي والذي سالي بخستيج يعني هاد المملحة جي بزاف بنينة مقاديرها بسيطة وايضا طريقة تحى جيد سهلة وتعملنا ايضا كمية كثيرة يعني هاد اللي سالي تقدروا تاكلوهم سخونين وايضا تاكلوهم بردي نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير هنا راح نبدأ في غي سيبيون راح ندير ثلاث بيضات الحجم تحى متوسط والملح حسب الرغبة هنا عندي ملعقتين اكل زوبتها ذوبتها وخليتها تبرد نخلط مليح بتضرب اليدوي يعني يشوفوا الطريقة ما تحتاج لاروب ولا ضرب كهربائي بعدها راح نضيف اربع ملاعق اكل فارينا لهي طحين ابيض الملاعق لازم تكون مملوئة نخلط مليح حتى يصبح الخالط تعليس ونتأكد بالليل فارينا تحلت بعدها راح نضيف المكونات اللي بقاولي هنا عندي الكورنيشو حوالي ملعقتين اكل قطعتهم قطع صغيرة عندي فخوماج غابي 150 غرام وعندي 150 غرام تونة عندي ليف الماء ولا تديروا ليف الزيت المهم تصفيوها من الزيت ولا الماء عندي ملعقة صغيرة مطارد وفص ثوم مرحي وزيتون اخضر قطعته قطع صغيرة حوالي ملعقتين اكل نضيف المكونات ونخلط مليح بعدها عندي لغيقون لي هو الزعتر اليابس حوالي نصف ملعقة صغيرة يعني الزعتر راح يمدد ذوق رائع اللي سالي ملعقة صغيرة خميلة الحلويات وثلاث قطع جبن مثلثات اذا ما عندكمش جبن مثلثات المهم تستعملوا جبن كريمي بعدها راح نضيف في الاخير الملح نخلط مليح واكيد راح نشعل الفرن تعيقبل بعشرة دقايق بالنسبة للمول راح ندير هذا مول سيليكون لشكل تاعه مستطيل وندير الخليط في العبوش هكا بش تسهلي العملية ونبدأ اللوح في الخليط فقط هناك يديروا الخليط ما تديروش المكسيموم تعمرهم راح تديرو النصف تحهم فقط ولوحوهم في الفرن حتى يكتسبوا اللون الذهبي بالنسبة لكريمة الجبن اللي راح نزين بها هنا ستعملت ملعقتين اكل مملؤتين تعال جبن غيجيم ولا المهم يكون جبن كريمي وزيت كاس صغير كريم فراش يعني كريمة الخفق ما تيرقرا ستاحا 30% فما فوق نطلعهم ليح بالباتر حتى نتحصلوا على كريمة كيما راكم تشوفوا تكون ليس ولمعه وفي نفس الوقت حك ما روحها اذا معتكم مش كريم فراش تقدروا تخلطوا شوية حليب بارد وتطلعوا بالباتر وتشوفوا التكستير تاعو حك ما روحها ولا لا بعد ما جبتهم الفرن شوفوا كيفها طريين يجي بحمر هنا اذا بغيتوا تاكلوهم سخونين ما تديرو لهمش كريمة الجبن واذا بغيتوا تاكلوهم بردين لازم تديرو لهم كريمة الجبن يعني باش تجيكم حاجة بخيزون طابل انا راح نخليهم يبردوا مليح بالنسبة للتزيين راح نستعمل هذي لادوي يعني الرقم تاحا دارو ان او بوا ان هذا هو الرقم تاح لادوي شكل دمعة راح ننحي السطح تاحا هكا باش تجي تزيين تاعي يجي مليح وايضا باش يكون مستوي نحاول نحي بالسكين يعني يجي وبنان وخفاف بزاف تقدروا تستعملوا الوجه التاحا ولا الاسفل هو اللي تديروه الوجه التعليسالي كيفاش راح نحط لادوي تاعي الجيهة العريضة هي اللي راح تديروها التحت والجيهة الضيقة هي اللي راح تديروها الفوق وراح تديرو هذي الطريقة يعني سهلة جدا ما هيش صعيبة ونبدأ ندير خطوط بالنسبة للتزيين انا درت لها سيبولات هذا يتباع كما الدبشة والمعدنوس يعني من عائلة البصل والثوم درت سيبولات وزيت رشة من الزاطر راح نعود معكم الطريقة ونديلكم المرة الثانية هكا باش تشوفوا يعني زينتهم بالزعطر وكاين اللي درت لهم البابريكا ودائما نقولكم التزيين يبقى اختياري يعني يجيو هايلين وبنان وطريين يعني تقدروا تقدموهم في صاحن ولا تديروهم في الليمينيزاسيات هذا جوتابل يعني درت لكم طريقتين وانتوما لكم الاختيار وتقدروا ايضا ترفقوهم معادي سوس يعني كاين انواع كثيرة سوس باربيكيو كاتشوب مايونان سوس الجيغان لكم الاختيار وان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة التاعي وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعاليق كيف جاتكم وتشاركوها مع احبابكم باش تعمل فائطان نقولكم في امل لا نلتقى ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفتين اخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة